موجة كراهية يتعرض لها مسلم الهند هكذا وصف الصحيفة لوموند فرنسية ما يجري من اعتداءات عنيفة تشنها مجموعات هندوسية متشحة بالزعفران والذي يميز الجماعات المتطرفة ملوحين بالسيوف والمسدسات في الهواء أمام الجوامع التي تقام داخلها صلاة التراويح الصحيفة أكدت أن المسلمين في الهند يتعرضون لموجة الكراهية برعاية رسمية من مسؤولي الحزب الحاكم حيث ترى أن الجرافة التي تهدم المساجد والبيوت والمحلات ربما غدت الرمز الأبرز لحزب بهارات يجانتا التي يستخدمها في استهداف المسلمين مثل هذا التنكيل بالمسلمين في الهند ينسجم مع حالة الاستقطاب الطائفي والديني الممتدة لسنوات طويلة وبلغ ذروتها في ظل حكم حزب متطرف إذ يعتبر أكاديميون هنود أن هذا الشكل الجديد من الهندوسية ليس تعبيراً عن الاعتزاز والتدين بل هو استغلال للسلطة ولممارسة عمال العنف لترهيب الأقليات منظمة العفو الدولية أدانت الازديادة في جرأة الهندوس ومحاولتهم برعاية من الحكومة ترسيخ أيديولوجية السيادة على الأديان الأخرى في البلاد رغم أن الدستور الهندي يحضر جميع أشكال التمييز العنصري والديني إلا أن سياسة الكراهية التي يمارسها حزب بهارات ياجانتا وسعت نطاق العصبية تجاه المسلمين وأشعلت الانقسامات الطائفية في البلاد تدفع هذه السياسات المتطرفة من الحزب الحاكم تجاه المسلمين إلى عملية تطهير عرقي وارتكاب إبادة جماعية تشبه ما يحدث لمسلمين روهينغا في ميانمار الأمر الذي يستلزم اتخاذ إجراءات دولية رادعة لوقف هذه الانتهاكات بحق المسلمين ومعاقبة المسؤولين عنها